في خطوة تعكس استعدادات إيران للرد والدفاع في مواجهة أي تهديدات إسرائيلية مستقبلية بدأت طهران بإنشاء أول نفق دفاعي ضخم في قلب العاصمة يأتي هذا المشروع بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مصانع صواريخ ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق قرب العاصمة وغرب البلاد وهي الضربات التي جاءت كرد على هجوم إيراني في الأول من أكتوبر الماضي استهدف مواقع إسرائيلية النفق الذي سيمتد ليربط محطات مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني يهدف بحسب وسائل إعلام إيرانية إلى تعزيز القدرة على تحرك الآمن تحت الأرض مما يسهم في حماية المشاءات الحيوية في حالة تصاعد التوترات رئيس دائرة النقل في مجلس الطهران صرح في حديثي لوكالة التسنيم أن هذا النفق يمثل سابقة في البلاد كأول مشروع ذو تطبيقات دفاعية وفي ضوء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد حول الكشف عن مواقع إيران النووية تزداد المخاوف من أن تشكل هذه الخطوة الإيرانية تصايدا في الاستعداد لمواجهات محتملة فقد جاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي محذرا بأن كشف المواقع النووية الإيرانية يهدف إلى منع إيران من امتلاك القدرة النووية وهي إشارة واضحة لاستمرار تصاعد التوتر بين البلدين ما يجعل هذا النفق جزءا من استراتيجية دفاعية أوسع تلك التحركات العسكرية بحسب خبراء تعد رسائل صريحة من الطرفين تروح في الأفق بإمكانية التصايد وتضع المنطقة على حافة مواجهة قد تحمل عواقب واسعة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر